السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام كثير من اخوان بسألوني عن طريقة الربط بربط الملفات بالدائرة حبيت اجيب لكم هذا الفيديو التوضيحي طبعا اولا اشي لما يعرف الكاشف المعادن هاي الدائرة قدامكم هي دائرة قوية جدا بسيطة شغلها سهل عمق كثير كبير طبعا وصل ماي والله يا اخوان الى مترين وثلاثين سانتي هاي شوفوا ما ابسطها مترين وثلاثين سانتي ما يعني وصل مع البعض الى ثلاث امتار يعني دائرة قوية دائرة سهلة بسيطة قطعها متوفرة تميز المعادن ايضا وبالتالي تعطيك ما تريد من اي شيء بكاشف المعادن تعطيك يا هذه الدائرة بعض الاخوة يسأل عن ملفات وعن تطبيقها طبعا الان خليني ابين بطريقة افضل يعني هاي الدائرة بشكل عام مكتوب زي ما تشايفين ال one وال two لكن انا رح اروح على الصور يكون جز يكون افضل خليكم معي بالله شوفوا مثلا هاي الصورة اخوانا الكرام الان ال واحد او ال one وال two اللي هما يمثلوا الملفات شوفتوها قبل شوي شوفوا من وين نأخذ الاسلاك الملف الكبير شوفوا الملف الكبير هاي صورة الملف الكبير هاد هسا بعطيكم اعدادات وخليكم معي الملف الكبير شوفوا من وين يتم الربط هاد ال one اللي هو الملف الاول الملف الثاني ال two شو نفس الشي نأخذ منه تلكين بالضبط نفس ما اخذنا من مكان الملف الاول خليكم معي بالله الان خلينا نشوف الملف الاول شو اعداداتو هذا الملف الاول اللي قدامكو اخواني الكرام احبابي هذا الملف سيليك نحاسي نصف ملي العرض تاع هذا الملف اللي قدامكو بحدود خمس وخمسين سانتي الطول بحدود متر تقريبا او هو متر هذا الملف بيجيب معكو انا جاب معي شخصيا اذا اتقنتو صناعة الملف اذا اتقنتو الدائرة رح يجيب معكو اكثر من مترين ان شاء الله انا جاب مين مترين وثلاثين البعض جاب معهم لثلاث امتار للمعدن الكبير ماشر حال الآن نشوف الملف الثاني الملف الثاني اللي هو هاي مكانه على الدائرة الطلعوه هاي مكانه على الدائرة الـ 2 اللي هو اللي هو الـ Coil 2 شوفوا كيف نعمل الملف الثاني اللي هو ملف صغير هذا لاسق يا أخوان هذا لاسق شايفينه بالصورة هذا لاسق بنلف عليه بحدود المية لفة لكن الان المية لفة ما رح يطلع الصوت ممكن مباشرة لذلك طبعا بنفس السلك نصف ملي نصف ملي السلك تبدو تلفو بس يصيرو عند اللفة 75 بتوقفو اللف عن الملفة صغير وبتخلو سلك طويل يعني بحدود المتر ماشي الحال وتربطو جزء من الملفين او الجزء اي الملف في مكانهم في مكانهم واللي هو وين على التو شايفين مكانهم صح بتربطو السلك وتبدو تلفو شوي شوي الى ان يظهر الصوت بتلفو من المتل احنا حكينا خلينا متل فضاوة تلفو شوي شوي الى ان يظهر الصوت تكون مربوط من الجهتين وبشغل الدائرة والملفين مربوطات هيك الشغل بتعطي معايرة تماما من الملفين الان بس يكتمل الصوت وتصله لمرحلة السكوت يعني يظهر صوت وسكوت راح يكون عندك حافتين للسكوت حافة يعني سكوت اذا بتنزل شوي بالمعايرة راح يكون صوت واذا ترفع شوي راح يكون صوت حافة الصوت هذا يكون حساس او طرف يكون حساس للمعادن ثمينة والطرف الاخر يكون حساس للمعادن الحديدية هيك ان شاء الله تكون واضحة الامور يعني اي استفسارات انا جاهد هذا اللاسق يا اخوان متوفر بجميع المكتبات بنفضي من جوه بنحط قطعة حديد داخله على المحور تبعه بدل اللاسق نشيل اللاسق يعني الغيراء الموجود داخله الصمغة اللي موجود داخله اي مكان اسمه بنشيله وبنحط رندلة حديد عادية او فرايت فرايت يعني افضل طبعا عشان المعايرة ماش الحال اخواني الكرام يعني ان شاء الله انو الامور هيك بتكون اوضح يا ربي انا الان يعني راح دايما اي مشروع يا اخوان بدايته صعب لا تفكروا انو الامور سهلة يعني بسرعة بتنجز ممكن تزبط مع الواحد من اول مرة وممكن بدها ثلاث اربعة خمس مرات تزبط يعني لا تستعجل الامور ان شاء الله اني صادق معكم بكل كلمة حكيتها بكل كلمة صادق فيها ان شاء الله تعالى وان شاء الله تعالى تشوفوا خيارها بس اشتغلوا صح انتوا يا اخوان وتوكلوا على الله والله اللي يتوجه الى الله ويقول يا رب اللي ربنا يعطيه سبحانه وتعالى توجهوا الى الله وقولوا يا رب والله غير تشوفوا شيء العجب العجاب من هاي الدائرة ما كان ربط الموجب الدائرة تطلوا يا اخوان واضح حون هاي تسعة فولت الى فمعش فولت بتحطوا عليها والسالب الطلوه هاي على السالب مكتوب عليها سالب الدائرة وهو مكتوب موجب الدائرة المكثف القطبي ميتين وعشرين مايكرو فراد اللي ما بيلاقيه بحط اربعمية وسبعين بيمشي الحال ان شاء الله هاي القطة متوفرة بجميع عجزة الراديو والتلفازة القديمة كلها متوفرة فيها ما في حجة لأي واحد على بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته